موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسلام بكم مشاهدين في نشرتنا الأخيرة من قناة السعودية والبداية بالعنوين سمو للعهد يبحث هاتفياً مع الرئيس الروسي للمسجدات الإقليمية والدولية موسيقى إيقاف التعاقد مع أي شركة تجارية أجنبية مقرها الإقليمي ليس في المملكة موسيقى أكثر من سبعمائة قتيل حوثي في معارك مأرب والتحالف يؤكد الضرب بيد من حديد موسيقى أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نأيب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتقادية أجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات كما أجرى بحث المسجدات الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي صرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من الأول من الشهر الأول من عام 2024 للميلاد وإشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزا لتطوير أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها وصعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الانفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض مملكة وبمحتوى محلي مناسب كما شر المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع علان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخرا وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض عقد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص وسيتم إستار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021 هذا وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة الذي أعلن عنه سينعكس إيجابا في شكل خلق ألاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرات وتوطين المعرفة كما سيستم في تنبيه المحتوى المحلي وجد بالمزيد من الاستثمارات للمملكة وذلك على حسابه في تويتر أعلن وزير الصحة دكتور توفيق الربيع عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاعا لظروف خارجة عن الإرادة أدع الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحة للحصول على اللقاح في حين تحت وزارة الصحة تقديم مواعيد الجرعات الثانية من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحة من جهة دعا المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور محمد العبد العالي الجميع للتسجيل في تطبيق صحة لأخذ اللقاح وذلك خلال البدء في المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ الثامن عشر من فبراير من عام 2021 وهذه آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة نتابع أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ثمانية مساجد مؤقتا بخمس مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثمانية أيام سبعين مسجدا وبيّنت الوزارة بأنه جرى يعادة فتح سبعة وخمسين مسجدا من المساجد المغلقة بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أحلى معايير السلامة لهم داعية الجميع للحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية وزارة الصحة الفلسطينية شحنة السادسة من المساعدات السعودية التي تجتمل على الأجهزة والمسلزمات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المسجد وإشارت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القوافل التي تم تسيرها بتبرع من المركز بلغ ستة قوافل مشيدة بدعم المملكة المستمر ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد الركن تركيا المالكي أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة لم تصفر عن خسائر في المدنيين مشددا أنه في حال سجلت أي خسائر فإن التحالف سيضرب بيد من حديد وأن الميليشيات تعي ذلك جيدة وكشف المالكي في مقابلة له مع قناة العربية عن مقتل أكثر من 700 عنصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية خلال أربعة أيام من المعارك في مأرب ضد الجيش الوطني المسلودي من التحالف أكد المالكي أن قرار الميليشيات مسلوب من إيران وأنه جزء من لعبة سياسية إيرانية أعلنت القوات المسلحة المصرية عن أحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 3740 شخصا من جزيات مختلفة بالإضافة لإكتشاف وتدمير أربعة أنفاق في محافظة شمال سيناء المصرية وجاء في بيان للقوات المسلحة المصرية أن حرس الحدود تمكن خلال الشهر الماضي من القبض على 170 مهربا وخارجا عن القانون فضلا عن ضبط 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و140 عرب تستخدم في أعمال التسلل والتهريب تتجه الأنظار الليبية إلى سبراتا غرب العاصمة طرابلس حيث من المتوقع أن تعقد جلسة نيابية غير مكتملة في صورة تظهر إلى حد بعيد وجود خلافات بين عدد من النواب ورئيس البرلمان عقيل صالح فأمس توافد حوالي 100 من أعضاء مجلس النواب الليبي بهدف عقد جلسة تشاورية لبحث مسألة البرلمان ومكان انعقاده بغية منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة المزمع تشكيلها في مدة أقصاها 21 يوما يبدأ احتسابها منذ الخامس من الخامس من فبراير على الرغم من احتمال توفر النصاب القانوني لتلك الجلسة إلى أن مراقبين استبعدوا اتخاذ أي قرارات خلال هذا اللقاء لا سيما بغياب صالح قالت مصادر عسكرية سودانية أن أثيوبيا ارتكبت سلسلة من تجاوزات خلال الساعات والأيام الماضية مشيرة إلى أن السلطات السودانية ترصدت حشود نتيوبية غالى الحدود بين البلدين وكانت الخارجية السودانية قد استنكرت في بيان ما وصفته بالتعديات بدخول قوات نتيوبية إلى الأراضي السودانية لافتة إلى أن الحادث من شانية أن تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستغرار المنطقة وحملت هذه سباب المسؤولية الكاملة عن التبعات توشارو إلى أن حدود البلدين شهدت منوشات عدة خلال الأسابيع الماضية بعد أن تقدمت القوات السودانية وبسطت سيطرتها على غالب منطقة الفشقة قال مصدر أمني كردي إن ثمانية صواريخ سقطت على مدينة أربيل العراقية حيث استهدفت محيط مطارها الدولي وحيئا سكنية مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في المطار وأوضح بيان لقوات مكافحة الإرهاب الكردي أن الثلاثة من الصواريخ الثمانية استهدفت مطار أربيل الإثنان منها سقطا بالقرب من أسوار المطار فيما مرت ثالث بأجواء المطار أتصدت مضادات التحالف الدولي لعدة الصواريخ أطلقت على المطار فيما حلقت مروحيات القوات الأمريكية فوق مطار أربيل ومحيط المدينة بحثا عن مصادر الصواريخ خرجت مظاهرات في رانجون كبرى مدن مايرمار بعد قطع الإنترنت خلال الليل وتم نشر الجيش في الشوارح وفق وكالة الصحافة الفرنسية وتجمع مئات طلاب في شمال المدينة بعد أسبوعين على تولي الجيش السلطة إطرقناب عسكري أنها ما يقارب العقد من الحكم المدني في البلاد وانتشرت قوات عسكرية وسط انقطاع شبه تام للإنترنت ما أثر مخاوف من حملة قمع واسعة ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لمئنمار أن قادة المجلس العسكري سيحسبون على أعمال العنف في البلاد أطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني كوتريس السلطات بضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية أعلنت منظمة التجارة العالمية اختيار نيجيرية جوزي إيويالا لتولي منصب المدير العام للمنظمة لأربع سنوات قادمة وذلك بعد انسحاب منافستها الوحيدة لهذا المنصب الكورية الجنوبية يو مايواند لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى هذا المنصب وأوضح تيويالا فور فوزها بأنه من الضروري أن تكون منظمة التجارة العالمية قوية للتعافي من أثار جائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد العالمي داعية دول العالم إلى إعطاء المزيد من الثقة والدعم للمنظمة بدقة وعناية تصنع هدية الملك سلمان في مصرع التمور التابعة للمركز الوطني للنخيل والتمور بالأحساء حيث تمر التمور بمراحل متعددة لضمان تصنيعها بأحلى المعايير نتابع على التقرير بعناية فائقة من تلقيح النخيل حتى وصول ثمارها إلى متناولها اهتمام بهدية خادم الحرمين الشريفين العالمية لتكون بجودة عالية المواصفات ومن أجود الأنواع في مصنع التمور التابع للمركز الوطني للنخيل والتمور بالأحساء نحن حرسون على جودة التمور وأخذ عينات من المزارعين وفحصها من قبل مهندسين زراعيين للتأكد من عدم ارتفاع نسبة الإصابة الحشرية وفي حال ارتفاع نسبة الإصابة الحشرية يتم رفض العينة وكذلك في قسم الجودة يتمر التمور بخمسة مراحل للتأكد من نسبة الشوائب والرطوبة والتغليف وطباعة والأوزان تتنقل التمور عبر عدة مراحل بدءا من المختبر ووصولا إلى الإنتاج لضمان تصنيعها وفقا لأعلى المعايير تعقيم التمور من خلال قرف التعقيم يمر بعدة مراحل بخليط من غاز الأثير فورمات والسيوتو لضمان قتل الحشرات بكل مراحل نموها من بيوض إلى يرقات إلى حشرة مكتملة دون أدنى تأثير على التمور من ناحية الشكل أو الطعم ثم تأخذ عينات وتفحص من قبل المختصين مع إمكانية تناول التمور بعد التعقيم مباشرة نحن نتقل لعدة مراحل مرحلة الأولى وهي لهزاز لصغوط الشوائف بعدها تنقية الشياء للتمور غير صالحة بعدها ننتقل إلى مكينة الغسيل بالماء العاد والماء والأمازون وبعدها ننتقل إلى مكينة التجفيف ليقوم تجفيف التمور بعدها ننتقل إلى مكينة لكل الشفط والكب وبعدها الأخير نروح إلى منطقة الشحن صنفت المملكة الثانية عالمياً في إنتاج التمور التي تشكل أهمية اقتصادية ووطنية وتاريخية كونها أحد أهم المصادر القذائية قديماً لتأبناء الجزيرة العربية تطيف العويد الأحساء نشرتنا انتهت مشاهدين الكرام وفي مالي تذكير بأبرز ما جاء فيها سموة للعهد يبحث هدفياً مع الرئيس الروسي المسجدات الإقليمية والدولية إيقاف التعاقد مع أي شركة تجارية أجنبية مقرها الإقليمي ليس في المملكة أكثر من 700 قتيل حثي في معارك مأرب والتحالف يؤكد الضرب بيد من حديد الشكر والثناء الجزيرة لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصائي والمتابعة بقي أن نذكركم بالتقيود بالإجراءات الوقائية والاحترازية فهي طريقنا للتصدي لفيروس كورونا نتعاون ولا نتهاون دمتم برعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر